التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني وذلك على هامش انعقاد مؤتمر لاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالأردن كما التقى الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتناول اللقاء تطورات الجهود المشتركة لوقف الحرب في غزة كما عقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة ثلاثية لبحث تطورات القضية الفلسطينية شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يعقد بالأردن بدعوة مشتركة من السيد الرئيس والعهل الأردنية وأمين عام الأمم المتحدة وعلى همش القمة التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملك عبدالله الثاني بن الحسين عهل الأردن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطع غزة وهو ما تجسد في الدعوات المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة إيمانا من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطع كما شدد الزعيمان على رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وأبعوتهما لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين كما التقى السيد الرئيس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس تناول اللقاء موقف مصر الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على مساندة جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني كما عقدت قمة ثلاثية ضمت قادة مصر والأردن وفلسطين اشتركوا في القناة